أنا بني أدم بطبيع إيجابي وفي حاجات كتير ودي رسالتي الجمهور برسعيد أنتوا لازم أنوا تبصوا لها وتفخروا بيها أول حاجة أنوا لازم تعرفوا أن المشهد اللي أنتوا عملتوه مبارح وأول مبارح وأول أول والصور والفيديوهات الجميلة والتواجد الجماهيري والشغف وكل الكلام ده ده مشهد كل البرسعادية لازم يفخروا به لازم يفخروا به بغض النظر على النتيجة ولازم جمهور برسعيد لازم جمهور برسعيد يفخر بالمشهب بتاع بارع ده يفخر به ليه لانا اقول لكم القصة ايه في جماهير كتير في مصر وبرا مصر وفي دول تانية كتير لما فريقها يبقى ما بيفصش ببطولات سنة واثنين وثلاثة بيبتدي من جمهوره ايه يبتدي عدده تقل يبتدي من الشغف يقل يبتدي ان الاهتمام بالفريق يقل ولكن النهاردة انك تبقى داخل على خمسة وعشرين سنة او اكتر 98 يعني داخلين خلق اه اه يعني 25 سنة ما بتاخدش بطولة وتبقى الناس مستنية بطولة اي بطولة كاس مصر كاس الربطة ايا كان البطولة اللي هتاخدها ويبقى الشغف بالشكل ده ويبقى جمال المشهد بالشكل ده يبقى انت لازم تفخر بفريقك ولازم تفخر اه 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 او تفخر اش تفخر تفخر اه اه بايمان اه شباب برسعيب بالنادي المصري اللي عمره ما هيقل ولا عمره هينتهي ولازم يا شباب ورسالة لشباب برسعيب لازم اه تبصوا نص الكباب مليانة انت النهاردة قدرت ان انت توصل نهائي بطولة والنهاردة اه اشتغلت ان 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 يبقى عندك فريق كويس يبقى عندك فريق اه اه كويس لو الجمهور دخل مرة تانية بالاعداد اللي اللي يعني اللي هي اللي مفروض تبقى موجودة مع ان اللي مصري هيرجع جماعة في يوم من الايام يرجع في برسعيد مرة تانية الملعب بيبني جمهور المصري هيرجع تاني يملى استاد بورسعيد او استاد المصري يعني مش عرف هيبقى اسمه هيبقى اسمه ايه ولكن هيبقى ملعب النادي المصري المصري هيبقى موجود في مكانة جيدة جدا خسارة البطولة ودي رسالتي لشباب بورسعيد والجمهور المصري خسارة البطولة لازم تزعب عليها لكن لازم تبص الايجابيات تانية كتيرة جدا لازم تبص الايجابيات تانية كتيرة جدا اهمها المشاهد اللي احنا شفناها على مدى الايام الاخيرة مشاهد اللي امام حضراتكو دي عمرك ما هتشوفها الا في بورسعيد في اسماعيلية في اسكندرية طبعا الجمهور عنده شغف كبير جدا بالاتحاد السكندري المحلة البلدية ليه جمهور كبير يعني اسوان ليه جمهور كبير لو وصلت كل الان ده الجمهورية على فكرة لو وصلت لانهائي بطولة هتشوفوا المشهد ده بورسعيد جمهور بورسعيد جمهور مميز جدا جمهور عاشق لقرة القدم وعاشق لناديه وعاشق لمدنته وجمهور يستحق من كل جماهير مصر كل الاحترام ووصول فريق المصري للنهائي يستحق الاحترام لانه ما كانش مشوار سهل ومحدش ساعد المصري انه يوصل للمكان ده